اشتركوا في القناة سن معينة في اجراء العقد حتى يمكن ان يعقد على فتاة امرأة سنة زمان مش تسع سنين ولا سبع سنين ولا تمانية سنين هذا مجرد حق اجاب وقبول بين الولي يكون هنا هو الاب لانه ولي مجبر فتصير زوجته لكن هل هي هل الفتاة او البنت محل للدخول ام لا طبعا وكم سن الدخول المناسب هذا يختلف باختلاف البيئات وباختلاف الاعراف عند الناس ممكن في اليمن كانوا يزوجوا من تسعة وعشرة وإحداشر وثمانية وثلاثتاشر في بعض الدول تزوج من ستة عشر في بعض الدول اصدرت قوانين اللي يتم الدخول الا بعد تمنتاشر عام ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدو حسنة حيث عقد على زوجته عائشة وكان سنها ست سنوات وبن عليها تسع سنوات ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أسوة حسنة بس خلق خلق وضح لك شغلة ولكن طبعا أنا سؤالي سؤال لك أنه واحد عمره 12 سنة واحد عمره 11 سنة هل هذا الزواج منطقي مجازس شرعيا إذا كان إذا كان الولي الأب الولي ما هو الولي لا يتنقسم إلى قسم إذا يكون الولي هو الأب فإذا زوج الأب ابنته على الرجل الكوفر لها فهذا طبعا زواج صحيح يعني فيه طروف للناس واحد رجل عنده بنتين ثلاثة أربعة وطبعا يريد أن يسافر لديه ظروف طيب هل تضيح وليس لديه محارب أليس من الأفضل أننا نعقد لها على إنسان تبقى عنده حتى يصونها وحتى وحتى يصرف عليها فإذا ما بلغت سن الدخول دخل عليها ومن قال أن الناس كلهم ذئاب كاسرة